اشتركوا في القناة تصنيف الألوان سيتعلم الطفل من خلالها تصنيف الألوان وتعلمه العد وكذلك تنمي قدراته الحس الحركية والآن سوف أبدأ على بركة الله إذن أطفالي ها نحن نعود من جديد لنكتشف لعبة جديدة هل أنتم مستعدون؟ نعم نعم إذن نحتاج إلى سلات إذن ماذا تلاحظون في هذه السلات؟ نعم قرات حمراء وقرات نعم ولدينا أيضا سلات فارغة نعم سلة حمراء وسلة نعم أحسنتم إذن أطفالي يجب عليكم أن تأخذوا الكرات وتضعونها في السلة المناسبة إذن لينا سوف تأخذين أي لون سوف تأخذين نعم سوف تأخذين الكرة الحمراء وتضعينها في السلة الحمراء نعم وكذلك أمير وشهد إذن لدينا فريق الأحمر والفريق أحسنتم أطفالي إن أطفالي نبدأوا اللعبة هيا شهد مع أمير ثم لينا مع عالي هيا هيا بسرعة الفائز منكم هو الذي سيكون قد حصل على عدد أكبر من الكرات هيا نعم بعد قليل سوف ينتهي العداد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة انتهى الوقت المحدد انتهينا أمير إذن الآن سوف نقوم بعدي الكرات لدينا السلة الصفراء نعم الفريق الأصفر إذن سوف نقوم بعدي الكرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر تلاتة عشر أربعة تسعة خمسة عشر إذن الفريق الأصفر حصل على خمسة عشر خمسة عشر كرة الآن سوف نرى الفريق الأحمر واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر تلاتة أربعة عشر خمسة ستة عشر إذن من الفائز؟ أي فريق؟ إذن الفائز هو؟ الفريق الأحمر حصل على ستة عشر كرة إذن صفقوا على الفريق الأحمر كذلك الفريق الأصفر وبهذا نكون قد أنهينا هذه اللعبة الشيقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة